موسيقى السلام عليكم ورحمة الله يا رب تكنوا بخير صوما مقبولا وافطارا شهيا اللهم اتقبل منا صيامنا وصلتنا ورقعنا وسجودنا اللهم امين اللهم امين النهاردة يا جماعة انا هكلمكم عن مشاكل كسر الفيزا يعني بمعنى ان انت لما تكسر فيزا ايه هي المشاكل اللي بتقابلك اول حاجة بتقابلك يا صاحبي وهو الشعور بالسجن يعني سواء انت كسر فيزا يا صاحبي بتحس ان انت مقيد يعني مش عارف تتحرك يمين ولا شمال لانك انت كسر فيزا تواخد بالك ده اللي بيكسر عمره في السعودية صعبي بيخاف مش حل اللي بيكسر بتعشيره في دولة اوروبية زي المانيا وفرنسا وبلجيكا وجميع الدول الاوروبية تواخد بالك الصاحبي فانت بتحس ان انت مقيد بتحس ان انت في سجن مش عارف تتحرك بتتحرك بحساب عليك قيود في كل حرقاتك فدي اول مشكلة بتقابلك وهو احساس الشعور بان انت تعتبر في سجن برضو من اهم الحاجات اللي هتقابلك وانت كسر الفيزا صاحبي وهو السكن مشكلة السكن ما تعرفش تاخد سكن لوحدك ليه؟ لان انت ممعاكش ورق ممعاكش اقامة اي واحد بياخد سكن يا صاحبي لازم يكون معاك اقامة ورقم ضريبي تواخد بالك وبعض السكنات بتحتاج الى ضامن يعني اتنين ضامنين كمان يضمنوك فاول مشكلة بتقابلك هي السكن هتضطر انك تسكن مع عرب او تسكن في بيت عيلة انت واخد بالك ولكن السكن في بيت عيلة بيكون احسن لك لان بعض العائلات بتسكن الناس اللي ما عموش اقامات تواخد بالك ولكن بيكون ايجار الغرف مرتفع شوي ولكن بتعيش معاهم في البيت واخد بالك ودي حاجة كويسة والله العظيم بتتعلم اللغة بتندمج في المجتمع بتعرف عادات وتقاليد مختلفة عن بلدك ولكن ما بتكون مقيد يعني ما بتعرفش تاخد سكن لوحدك تواخد بالك يا صاحبي فمشكلة السكن بتقابلك وانت كاسر الفيزي برضو يا صاحبي من اهم الحاجات اللي بتقابلك وانت كاسر الفيزي هو عدم السفر لبلدك ودي حاجة مهمة يعني لو قدر الله والدتك تعبت اخوك تعب حد من اهلك تعب مش هتعرف تسافر يا صاحبي لان انت معاكش ورق وحتى لو سفرت وسلمت نفسك للشرطة وسفرت يعني ترحيل ما بتقع ما هتخسر الدولة مش هتعرف ترجع تاني وحتكون بس صمت مش هتعرف تسافر مرة تانية يا صاحبي فمشكلة كبيرة او بتقابلك ان انت عدم السفر الى بلدك وانت كاسر الفيزي يا صاحبي برضو يا صاحبي وانت كاسر الفيزي مش هتعرف تلاقي شغل كويس يعني انت راجل كاسر اعتبر اسود الفر يا جماعة اللي معرفش اسود وابيض دي مقولة شغالة في دول اوروبا يقولك انت اسود انت بيض مش معناها لون البشرة لا معنى اسود ان انت معاكش ورق عايش في الاسود ومعنى ابيض ان انت معاك اقامها عايش في الابيض فانت يا صاحبي لو كاسر فيزا بتكون عايش في الاسود تواخد بالك ما بتلاقيش شغل زي الناس بتشتغل مرمطون زي ما قلنا قبل كده تشتغل في المطاعم في الفنادي مسح ارضيات يا صاحبي بتقطع بصل وطماطم في المطبخ يعني ما بتلاقيش شغلنا محترمة في شركات محترمة لا زي شركات الحرس امن زي شركات البريد زي شركات كتير محترمة يا صاحبي زي شركات السيارات زي ما قلنا قبل كده ولكن انت بتشتغل مرمطون يا صاحبي لانك انت راجل كسر الفيزي لان الشغل يا صاحبي في الشركات المحترمة بيحتاج ورق بيحتاج اقامة بيحتاج رقم ضريبي انت راجل ما معكش رقم ضريبي ومعكش هوية بتتعتبر مجهول يعني عايش مجهول عايش في الاسود فما تلاقيش وظيفة محترمة بدي انك طول عمرك شغال في الاسود شغال عامل نظافة في مطاعم تمسح ارضيات تاخد بالك ما بتلاقيش شغلانة محترمة وبرضو بيكون وضعك المادي مختلف مع صحابك العرب لان العرب لو واحد عربي صاحبك معاي اقامة وانت عايش في الاسود فبيكون هو يعني ماديا احسن منك ليه لانه اجره عالي انت بتاخد اجر قليل فانت صاحبي في الاسود وانت كسر الفيزي بتاخد اجر قليل وبتشتغل شغلانات غير محترمة يعني الشغل مش عيب ولكن ما بتشتغل الشغلانات يعني كويسة لا تمسح ارضيات بتغسل صحون تاخد بالك يا صاحبي وبرضو يا صاحبي المعاملة بتاعتك هتكون مختلفة هتكون دايما تحس ان انت مكسور معاملتك في الشغل معاملتك في السكن مع اصحابك هتحس انك دايما مكسور وخايف لان انت اسود يا صاحبي معاكش ورق معاكش اقامة معاكش رقم ضريبي عايش في الاسود فهتحس ان انت مكسور يا صاحبي في المعاملة معاملتك هتكون مختلفة جدا في الشغل يعني اللي معاي اقامة غير اللي معايش اقامة أنت في الأسود وصاحبك مع أي قامة معاملتك هتكون مختلفة خالص يا صاحبي وحتشوف بعينك وحتندم هتقول يا ريتني ما كسرت الفيزة يا ريتني عملت ورق فأنت معاملتك تكون مختلفة خالص هتكون دايما مكسور أنت أخذ بالك يا صاحبي كسر الفيزة يا صاحبي شعور قاسي يعني بتحس أنت مكسور فعلا يا صاحبي وانت كسر الفيزة معاملتك تختلف بين أصحابك بتخاف تعمل مشاكل تواخد بالك يعني انت راجل كاسر معكش اقامة فبتخاف تعمل مشاكل في الشارع في الشغل في السكن حتى مع العرب بلدياتك بتخاف تعمل مشاكل بتكون مكسور يا صاحبي لانك انت بتخاف تعرض نفسك للترحيل الى بلدك وتخسر وجودك داخل الدولة وتخسر وظيفتك اللي انت شغال فيه فبتكون انسان مكسور يا صاحبي تواخد بالك بتكون خايف من اي مشاكل داخل البلد بمعنى صح يا صاحبي وانت كسر الفيزي بتكون انسان في حالك بتخاف من مشاكل حتى لو انت بلطق في بلدك لا وضعك مختلف وانت كسر الفيزي يا صاحبي بتكون انسان يعني خلاص بتخاف من مشاكل خاف من الترحيل الى بلدك يعني بمعنى صح يا صاحبي بتعيش متوتر وانت تكسر الفيزي بتعيش عندك كده توتر ما بتكونش انسان طبيعي بيكون كل وقتك تفكير كل وقتك انك انت ازاي تعمل ورق كل وقتك بتتكلم انك ازاي تعمل ورق بتكون عايش انسان متوتر تواخد بالك يا صاحبي يعني كل وقتك تبحث عن ازاي انك تعدل وضعك وتعمل ورقة تكون عايز في تفكير وتوتر وبتلجأ لبعض العرب انك انت مثلا ايه يقول لك محامي وبعض المحامين ينصب عليك وبعض العرب ينصب عليك يا جماعة انتصب على ناس كتير اقصوا بالله العظيم يعني واحد يقول لك تعال يا عمان عنده محامي كويس تعال يا عمان عنده تطريق عملك ورق وبتغسر فلوس كتير وانت كسر الفيزة يا صاحبي بتعرض نفسك لخسارة وبتعرض نفسك المشاكل وبتعرض نفسك للتوتر يا صاحبي وانت كسر الفيزة واصل الى صاحبي وانت كسر الفيزة وبتلجأ لمحامي بتخسر فلوس كتير يا صاحبي والله العظيم محامي بيستنزف منك لانه عارف ان انت يعني غريق متعلق في اشياء فاللي مبلغ بيطلبه منك تُوفق عليه فانت بتخسر فلوس كتير والله العظيم عشان تعمل ورقة. ممكن يطلع محامي كويس وممكن يطلع محامي نصاب انت واحذك. فخلاص الموضوع ان انت بتخسر فلوس كتير وكل هدفك انك انت تعمل ورق وبتكون طول الوقت عايش في توتر وتفكير. احساس صعب يا صاحبي وانت كسر الفيزي. في دولة اوروبية انت اخد بالك ان انت مسلا انسان مهم في بلدك. انسان عندك شهادات. انسان متعلم تعليم عالي. ولكن يا صاحبي ده كله بيترمي في الزبالة وانت في دولة اوروبية وكسر الفيزي. للأسف بتضطر ان انت اشتغل شغلانات يعني اه زي ما قلت لك قبل كده بتمسح ارضيات بتغسل صحون في المطاعم. بتقشر بطاطس وبتقطع بصل في المطعم. بتاخد بالك. يعني عمرك ما تشتغل بش هتك وانت كسر الفيزي يا صاحبي. فيه ناس طباء مهندسين بيسافروا السلحة ويكسر الفيزي ويتبهدل ويتمرمط. ده كلام حقيقة جماعة. عمرك ما تشتغل بالمهنة بتاعتك في بلدك في الغربة. سواء او في الشهادة بتاعتك معنا صح. عمرك ما تشتغل بها في الغربة يا صاحبي. نهائيا لازم تتمرمط وتتبهدل. لانك انت راجل كسر الفيزي. وبرضو يا صاحبي وانت كسر الفيزي بتتحرم المساعدات من الدولة. خدت بالك يعني انت راجل كسر تأشير ومعكش يقوم معكش رقم ضريبي. الدول الاوروبية جماعة ساعات بتقدم مساعدات وبتنزلك على الصراف على الحساب مباشرة. فانت لو راجل كسر فيزي ما عندكش يقوم ولا عندك رقم ضريبي. ولا عندك كشف حساب بنك. فبتكون محروم من المساعدات اللي بتقدمها الدولة. زي الآن حاليا بعض الدول الاوروبية بتقدم معونات ومساعدات للمقامين داخل اراضيها. ولكن انت كراجل كسر فيزي عايش في الاسود. بتكون محروم من اي مساعدات يا صاحبي. فشعورك بيكون شعور سيء جدا. انت شغال ما واحد في مطعم مثلا هو مقيم وانت كسر فيزي شغال في الاسود. وهو بياخد مرتب من المطعم يعني باخد يومية وبنزله مساعدات. وانت ما منزلكش مساعدات من الدولة. فشعور سيء جدا يا جماعة. شعور سيء جدا والله العظيم. انك انت راجل كسر. انت راجل خلاص عملت بالوضع. وعرضت نفسك لكسر الفيزي. خلاص ارضى يا صاحبي. برضو يا صاحبي انت كسر الفيزي حتكون محروم من الرفاهية. بمعنى انك انت حتكون محروم من التنقل بين المقاطعات بالطيران. انت اخد بالك. او بالباص. بمعنى صح. لانك انت عشان تتنقل بالباص لازم يكون معاك هوية. ماشي يا صاحبي. وبرضا هتكون محروم من الطيران. يعني الرفاهية. طيران بين مقاطعة ومقاطعة. تاخد بالك. في مطارات. تكون محروم من التنقل عن طريق المطار يا صاحبي. لانك انت راجل معاكشة هوية معاكشة اقامة. تاخد بالك. فدي رفاهية انت حتكون محروم منها يا صاحبي وانت كسر الفيزي. اللي معرفنيش يا جماعة. انا علاء الدسوي. مصر عايش في امريكا الجنوبية. وبسافر حول العالم. ربنا يتقبل منكم الصلاة والصيام وصالح الاعمال. ويتقبل منا جميعا. اشترك في القناة وفعل الجرس وانتظرونا فيها الحلقات القادمة. موسيقى موسيقى موسيقى